السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم تمعيني كرام طبيعي قناة من اخر وخلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدور الاسباني وترتيب الهدفين بعد مباريات اليوم او بمعنى صح يوم مبارا واحدة مباراة ليفانتي ام اتليتك بالباوة التعادل السلبي صفر صفر بين الفريقين مع عبدالي الجولة الرابعة عشر من الدوري الاسباني. اول مرة زرنا في قانا انزل اشترك في قناة او بضغط على زر الاحمر اسفل الفيديو محتوى على الاشتراكة وسبسكرايب اعمل لك الفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بازن الله تعالى. متبعين الكرام زي ما قلنا ليفانتي واتليتك بالباوة التعادل السلبي صفر صفر هو نتيجة مباراة اليوم الجمعة تسعة عشر حداشر عالفين واحدة عشرين. بكرة بازن الله تعالى عندنا اربع مباريات توقع لمباراة ايش بلي ام دي برتيفو واتليتكم مادريد ام اوسوسونا وبرشلونا امام اسبانيول. متبعين الكرام بالنسبة لترتيب فرق الدوري بعد مباراة اليوم. حاليا متصدر الدوري في المركز الاول الريال السوسي ده بتمانية وعشرين نقطة. ريال مادريد المركز الثاني بسبعة عشرين نقطة من اتناشر مباراة. ايش بريال مركز السالس بسبعة عشر نقطة من اتناشر مباراة. اتليتكم مادريد المركز الرابع تلاتة وعشرين نقطة من اتناشر مباراة. ريال بديس المركز الخامس بواحد وعشرين نقطة. ريفا كانوا المركز السادس بعشرين نقطة. اتليتك بالبقى والمركز السابع بتسعتاشر نقطة من تلاتاشر مباراة لانه له مباراة مؤجلة. وسيسولنا المركز السامن بتسعتاشر نقطة. برشلنا المركز التاسع بسبعتاشر نقطة من اتناشر مباراة. فالانسيا المركز العاشر بسبعتاشر نقطة. اسبانيول المركز الحادي عشر بسبعتاشر نقطة في اريال المركز الثاني عشر بخمستاشر نقطة من اتناشر مباراة ميورك المركز الثالث عشر بخمستاشر نقطة لبرتيبو الفز المركز الرابع عشر بثلاثتاشر نقطة وسلطة فيجو المركز الخمس عشر باثناشر نقطة قادش المركز السادس عشر باثناشر نقطة غرناطة المركز السابع عشر باحداشر نقطة المركز السامن عشر باحداشر نقطة في المركز التسع عشر برصيد سبع نقاط وختيف المركز العشرين والاخير بست نقاط بالنسبة لترتيب الهدفين. او ابراهيم كريم بن زيمة في المركز الاول لعب ريال مدريد بعشرة اهداف. في مركز ساي. اليو السوارز لعب اتلتكو مدريد بسبعة اهداف. وراولدي توماس لعب اسبانيول. وفينيسو جونيور لعب ريال مدريد. وفي المركز السالس منفيز ديباي لعب برشلونا بستة اهداف. وميكل ارزابان لعب ريال سوسداد وارنود جيرنفيلد في المركز رابع لعب في ريال بخمسة اهداف. وياغز باس لعب سلتا فيجو واخواني لاعب ريال بتيس وخوصي لاعب ديبرتيفو ألافيز وايضا رادميل لاعب راي في كان وويلين خوصي لاعب ريال بتيس. بعد كده عايزين نتعرف على ترتيب صناعة الاهداف. ودو صدر صناعة الاهداف ايضا اوبراهيم كريم بنزيمة لاعب راين مدريد في مركز لاو سنعة سبعة اهداف. مركز ثاني اوسكار لاعب راي في كانو سنعة ستة اهداف. مركز سلت جوردي الفا لاعب برشلان اربع هداف. بعد جدا في مركز الربع اكتر من لاعب. وفي المركز الخامس كزلك. اشترك في قناة فعل زر للجرسة. انا معكم محمد نور الدين. نراكم في فيديو اخر بازن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.